المتوقع الآن بالنسبة لموضوع المساعدات الإنسانية برأيك يعني نحن مستمرون بالعمل على موضوع المساعدات الإنسانية أنا أعتقد سيكون هناك تمديد قريبا روسيا كما تحدث سابقا في برنامجكم روسيا تعتبر موضوع المساعدات الإنسانية هو ملف سياسي وتفاوض الغرب به فروسيا منذ اشتياح أوكرانيا حتى شهر سبعة لم يتحدث أحد من الغرب مع روسيا ولكن تحدثوا معا من أجل تجديد القرار واليوم روسيا تحاول فرض بعض القيود على تجديد القرار كزيادة حصة النظام من المساعدات الإنسانية كزيادة المبالغ المالية لتحسين شبكة الكهرباء كزيادة المبالغ المالية لموضوع التعافي المبكر وحقيقة يعني هذا نحن نعتقد أن القرار سيتم تجديده في وقته المناسب وستستمر وصول المساعدات ولكن دعني أنوه إلى نقطة ذكرتها على موقع التلفزيون سوريا البارحة وأن هناك آلية جديدة تم تشكيلها وهي آلية انصاف وستعمل بتمويل حاليا بريطاني أمريكي ويمكن لاحقا تنطب دول أخرى إليها وسينطلق عملها قريبا أعتقد في نصف شهر الأول أو في آخر شهر واحد وسيكون المشروع الأول لها هو توزيع الأموال كاش على المخيمات على المساعدات إنسانية وليست سلة الغذائية وهذا سيكون أنفع للناس وأقدر على تحسين الوضع الاقتصادي بالإضافة سيكون هناك مساعدات للعملية التعليمية ومساعدات طبية سيكون هناك ثلاث أنواع من المساعدات ستقدم عن طريق آلية انصاف إذا تعنت الروس فستزداد أهمية آلية انصاف فستزداد التمويل وبهذا لن نكون محتاجين إلى قرار لكن دعني أضيف نقطة واحدة بأننا وتحالف أردس الدفاع المدني الخوض بيضاء وتحالف أردس وإس إن إي اتحاد الشبكات ومؤسسات أخرى نحن نعمل على أطلقنا حملة مناصرة غير إعلامية للاجتماع والحديث عن موضوع المساعدات الإنسانية وإخراج موضوع المساعدات خارج مجلس الأمن خارج المفاوضات السياسية حيث عملت آركس مع مؤسسة كارنيغا ببريطانيا لإصدار تقرير قانوني من 200 صفحة تحدث عن أن الأمم المتحدة لا تحتاج إلى قرار مجلس الأمن لإدخال المساعدات لسوريا عبر الحدود ونحن بناء على هذا التقرير القانوني أنشأنا شراكة مع أردس ومنظمات سورية أخرى لنعمل على الاجتماع واللقام مع الدول لنتكلم بهذا الموضوع حتى نحسن الدول على إخراج موضوع المساعدات خارج المساعدة حتى لا يتم إخضاعه في كل ستة أشهر أو كل عام لابتزاز روسيا ترجمة نانسي قنع